السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي وذلك اليوم لدينا الصفحة 66 من كتاب الجديد وهي عبارة عن رائز رائز في تقويم وتوليف الأسدس الأول إذن في هذا الرائز بطبيعة الحال سنختار الجواب الصحيح الجواب الصحيح لدينا أربعة خيارات سنختار أحد هذه الأجوبة التي معروضة لدينا سنختار الجواب الصحيح إذن نبدأ بالسؤال الأول في أي حالة يكون وضع المزوات مناسبا لرسم المستقيم المار من أ والعمودي إذن هنا نجد الشروط بطبيعة الحال في هذه الحالة الناخس يكون مار من أ وعمودي إذن هنا يرمز وات إلى رسمنا الخط هل سيكون عمودي على الطيب؟ لا بالتالي هذه الحالة فهي خاطئة الحالة الثانية هي ليست دقيقة هو تعامد كين ولكن يجب أن يكون الكوس يعني يجب أن يوضع على النقطة في هذه الحالة غير موضوع النقطة أو بالتالي هذه الحالة لن تساعدنا بشكل دقيق على رسم المستقيم العمودي بالنسبة لهذه الحالة خصنا هنا المستقيم لرسمنا ما غير يجي عمودي وإنما غير يعطينا زاوية منفارجة كما هنا غير يعطينا زاوية منفارجة؟ هنا غير يعطينا زاوية قائمة ولكن خصوه يمر ما غير نوصله النقطة هذا هو الإشكال بالنسبة لحالة ص بالنسبة للحالة آ نعم إذن الحالة آ هي الجواب الصحيح لأن هناك تعامد لأنه خصنا العمودي وهناك المرور من النقطة ننتقل إلى السؤال الثاني في الشكل التالي ADBC أتنسيون ADBC مربع ADBC هذا ليس ADBC فهذا السؤال دقيق هذا راسي ABCD أما ABDC هذا ليس بالشكل الذي متلع لدينا متلع الجواب خطأ ADB مثلت متساوي الساقين ADB وقائم الزاوية في AD ليس قائم الزاوية صحيح أنه متساوي الساقين ADB هو متساوي الساقين ولكن ليس في هو متساوي الساقين ولكن في ADB إذن هنا متساوي الساقين وقائم الزاوية أما هنايا ما غديش يكون قائم الزاوية ما غديش يكون متساوي الساقين لأن هذا الضلع ADB أكبر من الضلع AD ABCD مربع نعم إذن هذا صحيح أما ABADBC فليس هو المربع إذن هذا صحيح لأنه لأنه لدينا الخصائص المربع المربع أضلع ومتقيسة المربع زواياه قائمة إذن هذا يعني تحققت فيه شروط المربع DBC DBC متساوي الأضلع ليس متساوي الأضلع لماذا؟ لأن هذا الضلع لا يساوي هدين الضلعين لأنه مادم هو مربع فهذا الضلع دائما لواطر كي يكون أكبر من الأضلع الزاوية القائمة وبالتالي فهذا الجواب ليس صحيح الجواب الوحيد الصحيح هو هذا إذن هنا قد نمشي إلى الحالة الثالثة أو السؤال الثالث في أية حالة المساحة المنونة هي 18 إذن هنا عنا شبه منحارف هنا مستطيل هنا مثلت وهنا مثلت قائمة الزاوية مثلت سؤال إذن هنا قد نحسب شكون اللي عندهم المساحة 18 إذن هذا شبه منحارف إذن غاد نضربه سبعة أولا غنزيده سبعة على خمسة وغاد نضربهها في الارتفاع ثلاثة ونقسمه على جوج ونشوفه النتيجة إذن هذا بالنسبة للحالة الأول بالنسبة للحالة الثانية عنا مستطيل غنضربه خمسة فصيلة خمسة في ثلاثة فصيلة ثلاثة ونشوفه النتيجة بالنسبة لهذا الموثلت القائمة الزاوية غنضربه أربعة في تسعود ونقسمه على جوج ونشوفه النتيجة سنضرب 7 في 5 ونقسمه على جوج لأنها قاعدة وقاعدة ارتفاع موافق هنا قاعدة ارتفاع موافق هنا قاعدة تغلوها عرض مستطيل هنا بنسبة شيء منحري فعندنا القاعدة نتعه هي هذه إذاً اللي كتبلي أنا دهنياً دابا هذه كتساوي 18 لذلك 4 في 36 إذاً 18 إذاً هذه الحالة تحققت هنا 7 في 5 35 على جوج سعطينا 17 ونص إذاً هذه الحالة ليست صححة ثلاثة فاصيلة ثلاثة في 5 فاصيلة خمسة ما كتسعطيش 18 سعطينا عدد عشري والتالي ليست صحح قاعدة لنا هذه 7 زائد خمسة 12 12 نضربها نقسمها على جوج 12 نقسمها على جوج سعطينا 6 نضربها في 38 إذاً في هذه الحالة كذلك تحقق يعني هذه الجوج حالاتهم اللي تحققوا لينا هنا وهنا المساحة الزرقاء كتوية 18 إذاً هنا يريد أن نزيد نتأكدوا 5 12 12 13 36 36 36 36 حيث نعم إذاً هنا وهنا لدينا تحقق يعني المساحة تسوي 18 سنتيمتر مربع حيث نتأكدوا 8 وحدات حيث لدينا سنتيمتر في كل شيء إذاً ننتقل إلى السؤال الرابع 17 أولى 715 سنتيمتر موقع هذا تساوي إذاً تساوي 0.0715 متر موقع أولى هذه نعم هذه صحيح لأن سنتيمتر هذه صحيحة لأن إذاً يجبنا ثلاثة أدلاء أصفر سنصل إلى مليمتر مكاعد هذه ليس صحيحة لأن لا سنصل إلى مليمتر مكاعد هذه هذه نعم لأن لو أنه كان لدينا جدود التحويلات سنجلب جدود التحويلات لنتأكد إذاً لاحظوا جيداً بأن نضعه 715 إذاً 715 سنتيمتر موقع إذا إذا إزدنا هذه ثلاثة الأصفر ستعطينا هذا العدد بالمليمتر مكاعد إذاً هذا صحيح وإذا أخذنا 715 وضعنا الفاصل السفر ستعطينا هذا إذاً هذا صحيح ولكن هذه مدام هذه صحيحة فهذه خطئة وهذه تهي خطئة لماذا؟ لأن ليس هذه يعرفون هذه إذاً هنا خصنات لكي نصل إلى مكاعد خصنات ثلاثة الأصفر هما عندهم غير صفر هنا وبالتالي الجوابان الصحيحان هما هنا إذاً ننتقلوا للسؤال الآخر خمسة متر مكاعد زائد ربعة لتر إذاً كيف سنتعاملوا مع هذه؟ هنا لدينا حجم زائد سعة إذاً خمسة متر مكاعد كيف سنتقلوا؟ زائد أربعة لتر سنتقلوا نحتفظ بالمتر المكاعد ونحول هذه لا يشل ديسيمتر مكاعد إذاً هي خمسة متر مكاعد زائد أربعة ديسيمتر مكاعد لأن الليتر هو كسعة يوافق ديسيمتر مكاعد كحجم في حجم إذاً سنتقلوا في جدول التحويلات إذاً جدول التحويلات لدينا خمسة متر مكاعد لا، خمسة متر مكاعد أربعة ديسيمتر مكاعد غير في أربعة ديسيمتر مكاعد إذاً إذاً نستطيع أن نرى خمسة فاصلة ربعة نزيد هنا أصفر إذاً ما تقوم بتساوي بالمتر المكاعد خمسة فاصلة صفر صفر إذاً هذا هو الجواب الصحيح إذاً هذه السبب أربعة وخمسين لتر إذاً كنتي تقوم بطر sure كان يصحيح نرى ما بالليتر تساوي 54 لتر لا تساوي 54 لتر تساوي 50004 لتر لاحظوا 45005 هذا هو الجواب الصحيح بالليتر تساوي 50004 و بالميطر المكعب تساوي 5.004 هذا هو الجواب الصحيح إذن هكتار واحد يساوي 1000 متر مكعب 1 على 1000 كم مربع يعني 0.001 كم مربع لن تساوي 1000 متر مكعب إذن هنا نرى هكتار واحد سوف نضع هكتار واحد هذا هو هكتار واحد سوف نرى المكعب ما سوف تساوي 10.000 متر مكعب هذا هو خطأ تساوي 0.01 كم مربع إذن بالكيلومتر مربع تساوي 0.01 هذا هو خطأ 10.000 متر مكعب مربع نعم تساوي 10.000 متر مكعب 10.000 متر مكعب لا خطأ إذن الجواب الصحيح هنا هو هذا فقط 10.000 متر 10.000 متر تساوي 10.000 متر إذن نخصنا إذن نخصنا واحد الجدول العودة ثانية من المسافة إذن 10 كم إذن نضع هنا 10 كم 10.000.000 مكعب نضعهم الأصفار وترونها نعم إذن 10.000.000 مكعب إذن صحيح 1000 متر ليس 1000 متر 10.000.000 مكعب 1.000.000 سنتيمة نعم 1.000.000 سنتيمة إذن هنا لأننا ثلاثة الأصفار ثلاثة الأصفار إذن هي 1.000.000 سنتيمة إذن صحيح 100.000 ديسيمة نحيد هذا الصيفر نعم لدينا 3 أجوبة صحيحة فقط 1000 متر لخطئ نحن نتأكد لدينا 10 كم نحن نبدأ بالدسيمتر نزيد الأصفار حتى نوصل 100.000 نعم بالسنتيمتر مليون بالمليمتر 10 سنتقل السؤال الموالي حجم مكعب قياس حرفه 3 سيكون 3 x 3 x 3 يعني 27 هذا هو صحيح 3 x 3 x 3 ثلاثة المرات السؤال الآخر العدد المكتوب بالحروف أربعة ملايين وثلاثة عشرة ألفا وسبعمائة وأربعة العدد المكتوب بالأرقام الذي يوافقه إذن هنا باش ن أولا نريد العدد مقرؤ هذه ثلاثة دي الأرقام وهنا هي ثلاثة دي الأرقام ونشوف أولا ندير غيها كمثلا هذه ثلاثة باش يجي العدد مقرؤ إذن هنا ربعات المليون ربعات المليون كلهم فيهم أربعة ملايين ثلاثة عشر ألف إذن هنا تلتتشر ألف هنا لا هنا تلتتشر ألف هنا لا إذن قال لي يابين هدو بجوج إذن شنو قالوا لي من بعد وسبع مئة وأربعة إذن هذا هو الجواب الصحيح هنا واربعة وسبعون هنا سبع مئة وأربعة إذن السؤال العاشر المضاعف المشترك الأصغر لثمانية وعدد آخر هو أربعة وعشرين العدد الآخر هو إذن هو ثلاثة هو ثلاثة مضاعف المشترك الأصغر إذن كذلك ثمانية مع ستة إذا أخذنا ثمانية مع ستة المضاعف المشترك الأصغر لثمانية هو أربعة وشرين كيف سنجدوه؟ سنجدو ثمانية ونضربوها بستة ونقسموه على اللقاسي من المشترك الأصغر لثمانية واربعين على وجوج هي أربعة وشرين وبالنسبة الثمانية مع ثلاثة ونضربو ثمانية مع ثلاثة ما عنده مش قاسم مشترك إذن هو أربعة وشرين إذن في كل الحالتين هذا هو اختيار لدينا اختيارين إذن ننتقل إلى السؤال حضراش مجموع العددين صيفر فاصلة صيفر صيفر خمسة وصيفر فاصلة ثلاثة هو إذن هنا يا هذا الثلاثة عشور ستزاد هنا ستعطينا صيفر فاصلة ثلاثمية وخمسة إذن هذا جواب صحيح أما الأجوبة الأخرى فهي خطر جداء العددين الكثريين سنضربو البسط في البسط ستعطينا اثناش ونضربو المقام في المقام ولكن هناك قابلية لإختزال إذن شوفوا ربما يكون جوج احتمالات إذن ثلاثة على سبعة سنضربوها في أربعة على تسعود ستعطينا اثناش على ثلاثة وستين ولكن إذا اختزلنا بثلاثة ستعطينا أربعة على واحدة وشرين ستعطينا كين 4 على واحدة وشرين مختزل وبنسبة لتناشة على ثلاثة وستين ما كانش إذن هذا الشيء اللي عندنا 4 على واحدة وشرين While a 100% Rich61 يمكن كتابتها ربما إذا لاحظوا جيدا �� barh interim الناس يمكن معنى Point 26 مختزل 29 موسيقى 26 إذن هذاber صحر ثم يمكن أن نضربه أعود في عشرة مرة أخرى سعطينا 261 مقسمه على 290 إذن ما عمنا ولكن هناك أيضا نقدر نقسمه نقسمه على عشرة إذن هذا نقسمه على عشرة وهذا نقسمه تعطينا 0.261 نقسمه على 0.29 إذن هذا صحيح لحظه لأن سواء ضربنا سواء ضربنا في عشرة سواء نقسمنا المقسم والمقسم عليه ففي كيلة الحالتين تعطينا نفس النتيجة وبالتالي إذن هذه صحيح هذه اللم لأننا تعطيناها 109 هذه كذلك اللم لأننا ضربنا هذا وما ضربناش هذا هنا ضربنا هذا في مياه ولكن هذا ضربناه ضربناه أعشرة وبالتالي هذه الخطأ خمس العدد 1 العدد 1 على 4 هو هو 1 على 5 في 1 على 4 نعم إذن 1 على 20 1 على 20 إذن هذا هو الجواب الصحيح إذن خارج قسمة 8 على 1 على 3 هي ستساوي 8 في 3 نضرب المقلوب المتعادة وتعطينا 24 إذن الجواب هو 24 إذن هذا إذن اللي مهم هنا في هذه الكسة أهم فهذا الرئيس هو أن هناك أجوبة متعددة فإذا اخترت تغيجواب فهناك أجوبة أخرى شيء مرات كتكون يعني أجوبة أخرى إذن هذا هو اللي خسن تبعله أما هو في غاية السهولة والبساطة إذن موعدنا مع صفحات قادمة بحول الله موسيقى